أهلا بكم في صوت المملكة إذن الإرادة الملكية فضت الدورة العادية الرابعة والأخيرة من عمر مجلس النواب الثامن عشر ففتحت الأبواب أمام أسئلة كثيرة حول السيناريو الدستوري المرتقب وعليه سنترح كل الأسئلة ذات الصلاة بذلك أما قبل فقد علمتنا أزمة كورونا أن لا أحد محصن ولا أحد فوق القانون وإن صاحب الوعي القليل من المواطنين حين يتسبب في أذية غيره ولا يلتزم بقرارات الحكومة يعاقب إما بالقضاء وشهدنا ذلك أو حلقا على الصفر وشاهدنا ذلك أيضا لكن من باب العدالة أيضا حينما يكون المتسبب بالضرر والأذى مسؤول مثلا نتيجة عدم جديته بالإجراءات الاحترازية أو تكرار الأخطاء فالأجدى أن يتم التعامل معه بالمثل فأرقام إصابات كورونا اليوم والأهم أسبابها أعادتنا إلى المربع الأول فنطرح السؤال هنا من يتحمل المسؤولية سأناقش موضوع حلقة اليوم فيما يخص الإرادة الملكية فضل الدورة مع معالي المهندس موساء المعيط وزير الشؤون السياسي والبرلمانية مساء الخير وصيام مقبولي صوت المملكة بخير أهلا بكم جميعا يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك موسيقى إذن صدرت الإرادة الملكية السامية فضل الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق العاشر من شهر أيار لعام 2020 مجلس الأمة بشقيه مجلس العيان ومجلس النور يقوم بوظيفتين أساسيتين هما الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقبية أهلا بكم من جديد واسمح لي أن نرحب بضيفي مساء الخير معاني المهندسة نتحدث اليوم بالحديث السياسي في الشارع الأردني بعدما صدرت الإرادة الملكية فضل الدورة العادية لمجلس النواف هناك سيناريوهات فضل استيدي حدثنا عنها بالتفاصيل بعد أمرك فضل أولا هناك حكام دستورية والدستور يحكمنا يعني يحكم أي سيناريو في هذا المجال وطبيعي كل السيناريوهات هي بيد صاحب الجلالة يعني أمام الدستور وهو يستطيع أن يختار من كل هذه حكما للدستور نعم أولا المادة من الستين في الدستور تقول أن مدة المجلس أربع سنوات شمسية نعم وعمليا هذا تعني أن المجلس الحالي تنتهي مدته في ستة وعشرين تسعة يعني سبع وعشرين تسعة الفين وستعاش أعلنت النتائج والجريدة الرسمية ستة وعشرين تسعة ويكون أربع سنوات شمسية نعم هاي النقطة ويستطيع جلالة الملك أيضا في هذا نفس المادة أن يمدد المجلس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين نعم ويطبق أحكام الدستور في حال تم يعني في كل المحالات يتم تطبيق أحكام الدستور على هذه السنة نعم وهذا يعني أن هذا خيار اللي هو زي ما قلنا أول خيار اللي هو تمديد تمديد يعني الخيار الثاني وهو أن إذا حل المجلس يجب أن يتم الانتخاب خلال أربعة أشهر أي ويعني حتى مش خيق أن يتم الانتخاب يجب أن ينعقد المجلس الجديد في أقصى حد أربعة أشهر وإذا لم ينعقد يعود المجلس القديم نعم وهذا يعني أنه ممكن حل المجلس في أي وقت لحين اللي هو ستة وعشرين تسعة تسعة يعني هذا السيناريو نعم حسب المادة هاي وتجرى انتخابات خلال أربعة شهر يعني إذا حل بشهر سبعة ممكن تجرى انتخابات بشهر تسعة عشر عفوا أربع شهور أربع شهور والمدة القانونية حسب قانون الانتخاب اللي بتقرر الهيئة المستقلة لأنه جلالة الملك هو الذي يطلب عقد الانتخابات والهيئة المستقلة نعم تحدد المواد وفي حال لم يتم الانتخاب خلال الأربعة شهر أو لم ينعقد البجلس بعد أربعة شهور يعود المجلس المنحل القضية الخيار الآخر وهو موجود أيضا أن يبقى المجلس كما هو وفي حال لم تجرى الانتخابات يعني قبل ستة وعشرين تسعة مشان نكون محدد في حالتنا نعم يبقى المجلس وهذه الحالة حصلت على كل حال في مجلس الـ 2014 مجلس الرابع عشر الرابع عشر الذي انتخب في عام 2003-86 في 18-6 2007 لم يحل المجلس بقي المجلس لحين 2008 يعني عاش زيادة عن مدة شهرين تسمى دورة استثنائية لم يُعقد أي دورة يعني من حس أنه انتهت الدورة هذا قرار عقد الدورة الاستثنائية بيد جلالة الملك إذا في حاجة لكن ممكن يبقى المجلس بدون عقد دورة استثنائية فوحل المجلس في عشرين ثمانية يعني مش بـ 17-6 بعد شهرين وعقدت الانتخابات على ما أعتقد في النصف الثاني من شهر داعش فيه فهذه الحالة صارت يعني المجلس بقي يعني بقي مدة الكاملة أتمام ولم وسموها بالقانونيين فترة الصمت يعني لم يتخذ أي قرار من قبل جلالة الملك لكن في عشرين ثمانية تم حل أو أتوقع في عشرين ثمانية حل المجلس ووجرت الانتخابات خلال المدة القانونية أظن في شهر داعش في ذلك الوقت فهذول السيناريوهات اللي ممكن أن تكون وهذه حسب أحكام الدستور سواء المادة 68 أو المادة 73 ماشي يعني لا يوجد هناك أي حل أي سيناريو رابع فقط هذه الثلاث سيناريوهات أمامنا إما تمديد لا تقل عن سنة وتستعين سنتين أو حل المجلس والثالث اللي هي أن يبقى المجلس كما هو عليه كما يبقى عليه ماشي طيب الآن لو تحدثنا سيناريو سيناريو أنه شو راح يكون أثارها السياسية على الأردن ماذا لو تم مد مجلس النواب مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عام أو في خيار آخر يعني أنه حدد الانتخابات ويبقى المجلس مجلس يسلم مجلس مجلس يسلم مجلس خيار آخر يعني مجلس يسلم مجلس مشان يكون دقيق يعني هذا الخيار اللي هو ضمن نفس الأسس نعم طيب الآن الحديث عن ما هي الأثار الإيجابية للحياة السياسية الأردنية لو تم تمديد هذا المجلس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عام شوف يعني القضية الأساسية أبدأ فيها من هنا أهم قضية نحن من ناقش هذه القضية ولا ممكن ما كان ناقش نتذكر جرالة الملك قبل تحدث قبل الوباء الكورونا تحدث بشكل واضح أن الانتخابات سوف تجري هذا الصيف حسب الدستور وإلا إذا كان هناك معوقات الآن القضية الأساسية مشاني كنا بقول القضية الأساس هو أن تجري الانتخابات حسب موعدات دستوري طيب لكن أحد المعيقات هو هذا الوباء للأسف موجود حاليا واللي بأكد أن سواء دور الحكومة والدولة أن تحمل مواطن السعر الأولوية في الأساس هي حماية صحة المواطن والحفاظ على حياة المواطن وعلى صحة المواطنين الأردنين فهذه هي الأولوية بغض النظر وأيضا هذه النقطة الحماية الثانية استكمال كنا نقول في ظل يعني الحماية أيضا استكمال استكمال فتح يعني المنشآت الاقتصادية والمجتمعين من نشان العجل الاقتصادي والمعيشية أيضا في للمواطنين ولمجتمع تمشي هؤلاء هم القضية الأساسية فبيظل حسب أنا في رأيي يعني كما أقول القرار حسب وضع هذا الوباء نقرر يتم تقرير إجراء الانتخابات هو الأفضل لو الأمور عادية تعود ذلك هذه حسب توصيات لجنة الأوبياء ووزارة صحة أيضا إجراء انتخابات يعني هذه مرتبطة مرتبطة والوضع الصحي ووضع وزير الصحة رأي وزير الصحة ولجنة الأوبياء ووضع رأي للسياسيين أيضا اللي بقدموا لجنالة الملك وجنالة الملك يقرر في هذه النهاية ونتمنى أقل ما فيه أن نتمنى أنا وإنت أكيد وكل الناس أنه ينتهي هذا الوباء ونكون في وضع نستطيع أن نمارس حياة طبيعية كما كنا سابقا لأن هذه القضية الأهم في رأيي هلأ ما حدا بقول أنه يعني بغض النظر ما هو رغباتنا أنا بحكيش عن رغباتي أنا أو رغبة السياسيين الأساس أن تجري الانتخابات لكن كما قلت هنا في الموعد الدستوري كما أعلن جنالة الملك لكن هناك في هذا العائق اللي إن شاء الله نخلص منه سأعيدها بصير القرارات مفتوحة والسيناريات مفتوحة لعدة أشكال هل لها إيجابيات سياسية هذه السيناريوهات الأربع يعني على سبيل مثل ذهبنا إلى سيناريو التمديد شو أثاره السياسية وهذا بخليني أطرح سؤال تفضل خلنا شوف شو السؤال ماشي أثناء أزمة كورونا هل هناك أي دور لمجلس النواب كان هذه نقطة ونقطة ثانية هل شهدت الحكومة اجتماعات مع مجلس النواب وتشاركية في اتخاذ بعض القرارات أم أن النواب كانوا ما ينطبق على المواطن ينطبق على النائب يمكن أنا المرة الوحيدة اللي حكيت فيها كمان بالتلفزيون المملكة على هذه القضية على التلفون على الأخبار وقلت دور المجلس مشان ما نظر مجلس النواب مجلس النواب ليس تنفيدي واضح ماشي دوره تشريعي مدام مش منعقد بسبب الظروف اللي منع فيها يعني أوقف في انعقاد المجلس مشان الحفاء التباعد ومشان عدم الانتقال لهذا الفيروس ما بيقدر يمارس دور التشوه الرقابي يستطيع أن يمارسه أيضا لكن بشكل لأنه مش منعقد بيكون صعب فمجلس النواب ليس مطلوب منه أن يكون أداة تنفيذية ومع ذلك كان هناك لقاءات تتم مع بين رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الوزراء وتشاورات حول هذه القضية عدة مرات على القضايا اللي بتتخذها الحكومة بالإضافة أني أنا كمان كنت على اتصال يعني الحكومة كانت تشاور مجلس النواب بعدين صار هناك الاقتصادي سواء من رؤساء اللي جان صار أقض اجتماع رؤساء اللي جان وتم إرسال رؤية حول ما يجب فعله بالنسبة لقضية ببداية فتح المنشآت الاقتصادي والاجتماعي منشان مسيرة الحياة وأقض في بعض يعني أكيد الحكومة خاصة الوزراء المعنيين في هذه القضايا الاقتصاديين والماليين أقض في بعض هذه الاقتراحات فكان على المد في الفترة كان هناك تشاور لكن برد أأكد أنه سمعت أنا شو أعمل دور مجلس النواب مجلس النواب في كل العالم متلاحظوا يعني في الدول تقالب تشريعي وشو في الأزمة هاي بالذات تحديدا سواء في الدول الأوروبية أو غيرها الحكومة هي اللي تقوم لأن هي تنفيذية فمش مطلوب من مجلس النواب أن يقوم بدور آخر مشانيك أمارات تستغرب شو أعمل مجلس النواب لا أنا مش دفاع في مثل هذه الأزمة آه في مثل هذه الأزمة هو تنفيذي ونحن من لاحظ أنه مش فقط الحكومة كان هناك تشاور مع الجهات التنفيذية كلها ومع الجيش والمؤسس الأمنية صحيح فهذا يعني اللي حمل المرحلة لكن ومع ذلك كان هناك تشاور كان دولة الرئيس يعني في لقات مع رئيس مجلس النواب وبالإضافة أنه أرسلوا توصيات ومقترحات ورؤية أظن نشرت حتى في ذلك الوقت في الإعلام نعم طيب الآن أعود إلى سيناريوهات الحياة السياسية المتعلقة ببقاء الحكومة بدنا تشرحنا إياها بقاء الحكومة يعني السؤال سيدي السؤال هذه يعني أكثر يعني معروف أنه جلالة الملك يختار لأ أنا معك دستوريا أنا أتحدث بالدستور إذا مدت سنة لغاية سنتين لا يتوجب أن يكون هناك حكومة جديدة لا يتوجب بظل قرار لصاحب الجلالة فقط في حال الحل لا حتى إذا لم يكن هناك تبقى الحكومة تبقى ما في مانع دستوري في أن تبقى لأنه في حال الحل يجب أن تستقيل تعرف النص وأن لا يعود رئيس المزارة الذي يتم في فترة الحل في مباشرة في رئاسة الحكومة لكن في حال عدم الحل تكون الأمور طبيعية وهذا القرار يبقى لجلالة الملك أو للبرلمان يعني مرات في قضية صعب الثقة وعدم صعب الثقة لكن جلالة الملك وسعيدة إذا تشكل حكومة جديدة بدها تروح الثقة لكن يعني بالزبط ليس هناك حكم دستوري في أن تستقيل الحكومة إلا في حالة حل مجلس النواب سعيدة ملزمة دستوريا أن تستقيل إذا لم يتم ذلك وتم التمديد جلالة الملك هو صاحب القرار في إبقاء الحكومة أو تغييرها أو غير ذلك هناك حديث عن دورة السلائية يعني ممكن تظلها لها نهاية يعني فرضا فيما لو تم هذا السيناريو وجلت الملك ثقته استمرت في هذه الحكومة طيب السؤال هناك من التحدث بينهم نتوقع أن تكون دورة استثنائية لاستكمال القوانين المدرجة لحد الآن يعني لم يأتي كمان كما تعلم هذا قرار من صاحب الجلالة ولحد الآن لا يوجد يعني أخير ما فينا كوزير شؤون سياسي وبرلماني ما وردنا أي شيء صحيح نحضر القوانين إذا في قوانين لها أولوية ومستعجلة ومهمة من أصحاب ونسأل أصحاب المعالي وفي قائمة تبقى القرار في النهاية يعني يتخذ إذا في دورة أو مش في دورة نعم سواء كان في دورة احنا جاهزين أو ما فيش دورة يعني لا حولها سأذهب إلى فاس القصر أول بعد نتوصل تفضل البقاء معنا فاس القصر أهلا بكم من جديد وأهلا بضيفي معا للوزير أعود لنطرح بعض الأسئلة الآن ترك نحن موضوع مجلس النواب هو بعود القرار الأولى خلال جلالة الملك وهذه السيناريوهات الثلاث التي تم وضحها سيتم مناقشة في حين اتخاذ هذا القرار اسمح لي الآن أن أطرح عليك بعض الأسئلة التي تخص الحكومة على وجه الخصوص هناك في الشارع حديث دائر يقول بأن الحكومة تعمل على تمديد لمجلس النواب يعني وكأنها تعطي لنفسها عام جديد إلى أي حد هذا الحديث صحيح أولا الحكومة تعمل بشكل طبيعي نعم من مهمتها ومن واجبها أن تقوم بالعمل بإدارة أمور الدولة بشكل طبيعي وعادي وفيا ومن حق أي واحد يكون له طموحا يستمر نعم صحيح يعني ما فيها شيء خاصة إذا هو عنده إمكانية أن ينزز ويقدم وهذا سواء هذه الحكومة اللي أنا فيها وأتشرفني فيها أو حكومة النقرة يعني فمن حقها إنها لكن في النهاية فيه مصلحة عامة وفيه الديمقراطية يعني دعنا نتفق لولا وحكيت عن البداية لولا ما صار هذا الوباء للأسف كان الانتخابات أجريت يمكن في شهر ثمانية صحيح حسب ما صرح جلالة الملك وكان الموعد لكن بغض النظر هذا استحقاق دستوري ديمقراطي يعني أنا بالدستور فيه مادة المادة الدستورة التي أضيفت فأني أكون صريح وواضح في الـ 2000 وداعش عدي للدستور وكان المادة التي تقول على الحكومة مشان أن تستقيل نعم إذا التي تحل مجلس النواب ولم يكن وأضاف مجلس النواب على أليتم على أن لا يعود رئيس المزراء في ذلك الوقت وتم تصويت عليه أنا في رأيي هذه المادة مش ديمقراطية نحن منلاحظ في كل الدول الديمقراطية إذا بدأنا ناقش هذه القضية نعم في كل الدول الديمقراطية التي تجري فيها رئيس الوزراء يبقى لحين يجرع الانتخابات وإذا فاز بظل الحزب الحاكم وإذا خسر يذهب في النهاية يجب الاحتكام للانتخابات نحن بالعكس بس هذا في حال وجود انتخابات حزبية يسيدي حتى ديمقراطية حتى ليش هلنا نحكي حتى في حاليا وجدت الانتخابات في 2016 وكان رئيس الحكومة دولة الثاني الملقي صحيح وجدت الانتخابات في عهده ومن ثم عند انتهاء الانتخابات قدم استقالته وضعها أمام جرالة الملك ومن ثم جرالة الملك أمر في أن يشكل هو الحكومة وشكل حكومة جديدة 100% لكن حتى احتراما للانتخابات وفي النهاية هناك مجلس وبدأ الأفضل أنا في رأيي إذا بدأك من ناحية ديمقراطية مش شرط رئيس الوزراء اللي عمل الانتخابات ولا يظل بشكل عام ممكن يظل أو ما يظل فهذه المادية أنا في رأيي أنا بدأ أجيبه رئيس وزراء لأربعة الشهر مزبوط فرضا إذا الانتخابات ممكن ما يكمل صحيح فهذه هي صحيح للمجلس النواب في ذلك لو أعتقد أنها تحمي من الحل لكن إذا في حل راح ينحل أو المشكلة أنه حتى مش بالحل العادي قبل المدة هلأ لو جرت الانتخابات تم حل مجلس النواب شهر ثمانية يعني أخذ مدته أربع دورات كل مدته بدأت تستقيل الحكومة مع أنه مدته أو لو جرت نحل في 25-9 في 26-9 حتى انتهي مدته لو 25-9 بدأت تستقيل الحكومة ورئيس الوزراء لا يعود وهذه القضية أنا أعتقد في رأيي شخصي هناك وجهة نظر مختلفة ليست صحية أنا أفهم أن تستقيل الحكومة لكن لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يعود رئيس الوزراء ويكمل حين إجراء الانتخابات اللي في النهاية ويذهب بعد ذلك إذا بقي هو يذهب للثقة هو بيجي رئيس وزراء ثاني يكلف جلالة الملك وهذا ما كان معتمد إن شاء الله وأن تشوشنا رئيس الوزراء نحن نطالب أيضا يستمر هذا رئيس الوزراء أكثر من دورة انتخابية أربع وخمس سنة إذا كان هناك خطة واضحة كل هذا نتمنى أنا من تسألت نحن جابت على السؤال صحيح لأنني أقول لك هذا السؤال هو سؤال ومن حق أي سياسي رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء أن يستمر إذا كان عنده برنامج وإذا كان يشعر هذا حق طبيعي طيب لكن هو في النهاية من صحب القرار فيه دستور يحكم زي ما بقوله صحيح الحياة سياسية والحكومة هناك حديث بأن هناك صراح كبير بين فريق الوزارة في حكومة الدكتور عمر رزاز الآن في أزمة كورونا حديث صحيح أنا بوجود في مجلس الوزراء أنا بسألك وما حسيت وما شفت وما لاحظت ألا فيه خلافات وجهت النظر بس صير أنا بختلف من مرات نختلف حول موضوع معين ونحن نعالج أزمة مش طبيعية أول مرة شي جديد علينا ونجحت ركومة بقدر كبير الحمد لله لمصلحة الدولة الحكومة ومؤسسة الدولة كلها وأنا بقول نجحت الحكومة بالتشارك مع جهات المؤسسات الجيش العربي وأجهزة الأمنية كل نجحت بقيانة توجيهات جلالة الملك اللي من يوم الأول ظنوا محافظة وكمان أعادت الاعتبار خلنا أقول أنا بدأ أكون واضح للبيروقراط الوردني البيروقراط الوردني حمل هذه المرحلة كمان يعني مشان أكون واضح وصريع الأجهزة المؤسسات الأردنية كلها حملت هذه المرحلة المهم يعني أنا بس أنت نجحنا نجحنا بسبب الحديث ليس اختلاف وجهة نظر الحديث صراع لا ما في صراع ما في صراع بين الوزراء اختلاف وجهة نظر أنا ممكن أختلف على هذا الإجراء مثلا إجراء بالقضايا الاقتصادية بالقضايا الفتح فيه وجهة نظر نعم وكل واحد يشوفه من وجهة نظره يعني وزير السياحة ممكن يكون عنده وجهة نظر يتعلق في المطاعم وهو في قضية زي ما قلت إشي جديد لأول مرة من واجهه العالم كله لأول مرة من واجهه ما عمره أنا أقل ما فيها مش شاب صغير لكن الفترة اللي عشتها كلها ما صار مثل هذه الحالة صحيح ما صار فإذن ما عندي حلول أو تجارب سابقة مشان أبني عليها سواء في انتقال الوباء في محاصرة الوباء ويمكن أخطأنا بعض الحالات كأي عمل يعني بصير في خطأ لكن في المجمل خصوصا الشاحنات الأخيرة أنا أعتقد كان هناك نجاحا للدولة الأردنية بمؤسساتها الرسمية كلها ويشهد عليه بيشهد عليه مش لأني في الحكومة بيشهد عليه العالم كله وهذا دليل حسب بعض الأصوات التي تقول بأن الانتخابات ستجري في موعدها لأن الأردن قدم نموذجا بإجراءاته الاحترازية وهو قادر أيضا على إقامة هذه الانتخابات هناك أعتقد هذا القرار رؤية لصاحب الجلالة اللي قاد عملية ورؤية أيضا رح يكون في قضية الانتخابات لذبقى الأردن بالفعل نموذج بقينا نموذجا في حماية الأردنيين نعم وإن شاء الله في العملية الديمقراطية دائما نحن فيه أوضاع صعبة جرت الانتخابات 2013 كان في ربيع عربي جرت الانتخابات في كل الفترات تم إجراء الانتخابات وإن شاء الله يكون الوباء يعني الوباء ما رح ينتهي أو الفيروس صحيح أنا ليس أنظر مش دكتور أنا ولا بلجنة الأوبية لكن بنا نتعايش معها فترة يمكننا يعني نتعايش معها والحياة رازم تستمر بشكل صبيعي وهاي تعتمد علينا على كل حال على اللي صار يعني اللي حكيته اليوم تعتمد علينا كمواطنين طيب السؤال الآن نحن مرحلة التكيف والتكافر صح؟ التكيف والتكافر طيب إذا على الاقتصاد فهمناه ما مفهوم السياسي التكيف والتكافر إلا إذ لم يكن له مفهوما سياسيا لا كل شيء مفهوم السياسي واجتماعي واقتصادي السياسي الاقتصادي واضح لأنه نحكى فيه كثير مبارح كان عند الدكتور الأساس نحكى فيه والسياسي أيضا التكافر علينا يعني المناكفات سياسيا يعني الكل رأى ما قامت به الدولة الأردنية نعم وهو جلالة الملك في مقابلته التي جرت قال إيش مني قال أثبت هذا المرض والوباء أن القضية لا همج أن المسؤولين سواء حكومات أو شيء أن تحصل على ثقة المواطن وليس أن تبحث على الشعبية إذا أنا متذكر بالزبط وهذا ما نقوم به تتفق بين هذا الفيروس بالحياة السياسية فيروس إصلاحي نعم كان له دور إيجابي وعادت الثقة في دور الدولة ومؤسساتها المختلفة يعني حتى وبطل في حكي الدولة العميقة ولا مش الدولة العميقة لأن اللي اشتغلت هي الدولة العميقة بمؤسسات الدولة كلها بكل الجهات والكل بشهد بذلك يعني مش مش لو هذا التساركير ربما لم يكن هذا النموذج لو ترك الموضوع بيد الحكومة بالزبط وحملوا وكان هناك من اليوم أو توجهات من جلالة الملك في إدارة هذا الملف من كل الجهات مشانك سياسيا علينا أن نعمل بدون مناكفات صغيرة اللي مش مهمة علينا أن سواء كنا حزاب سياسية سواء كنا توجهات سياسية سواء كنا معارضة ومش معارضة إذا في أخطاء ننتقدها لكن الاتفاق أن هذه الدولة أصبحت دولة نموذج ويشار إليها بالبنان حتى صناعاتنا صارت تصدر ومقال عليها إقبال أكثر فإذا يجب أن نعمل سويا وإذا هناك خلاف دائما في خلافات لكن مصلحة الأساسية تبقى مصلحة الدولة والمجتمع والمواطنين إذا نتفق عليها والحكومات تروح وتيجي لكن أن نتفق على كيفية تسييل الأمور إلى الأحسن ويجب أن نحصل على القضية ليس قضية الشعارات وشعبويات القضية أن نحصل على ثقة المواطن بالعمل والإنجاز وهذا ما نجح ما نجح فيه مش فقط أنا بحكيش عن الحكومة للدولة الأردنية ماشي دولة الأردنية الآن صناعتنا أصبحت براند عالمي خالي من الكورونا لكن إن شاء الله نقدر نمشيها إن شاء الله نمشيها وننفذها والناس صحيح هذا واجب هلأ علينا إن شاء الله سيدي أسأل الله ذلك طيب الحكومة واستكمال الحزم جزء حسنا الحزم الحزم الاقتصادية هل سيكون هناك حزم اقتصادية جديدة في ظل هذه الظروف لو استمرت هذه الحكومة الواقع تغير يعني هلأ الواقع العمل يتغير هناك حزم تبقى يعني راح تبقى أكيد أنا مش راح ناقشي هلأ لكن فيه واقع جديد اختلف بسبب اللي صار وبسبب الإغلاقات وبسبب سبب يعني تراجع بعض يعني السياحة كان في هناك مشروع للسياحة والتطوير والسياحة كان لها دور هلأ واضح جدا أن السياحات واقفة وما راح تشتغل لفترة طويلة سواء الطيران فإذا بدي وضع خطة جديدة وراح يكون هناك في خطة لمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي اللي نتج عن هذا الوضع راح يكون للظروف أصحب زي ما حكي وزير المالية كان واضح مش زي أول الأول كنا ماشيين بشكل جيد قبل الكورونا وكان فيه خلنا نقول يعني شايفين وفيه لكن الوضع مختلف وكل الدول راح تعاني منه وكل من هذا الوضع فإذا نجي بوضع أهم شيء إعادة تشغيل الاقتصاد الأردن بس إحنا قادرين بأقل الخسائر بس ما عليك بأقل الخسائر ومن ثم وطبيعي مش سهل هذا دور مش بس دور الحكومة دور المواطنين المستثمرين القطاع الخاص دوره كمان مهم في هذه المجال واحد من حظيك اللون بيحكي فيه لقاء صار يعني إخوان جاءوا يطبوا من قطاع معين بيحكي لازم نفهم كلنا أنه لازم نكون شركاء في توزيع الخسائر وهذا مهم جدا شركاء في توزيع الخسائر يعني كل موظفين القطاع العام خسروا من معاشهم مزبوط صحيح بالرواتب أنا اكسرت مرات بنسبة متفاوط صحيح حتى الشركات يجب أنها كمان تدفع بهذه يعني زي ما أنا دفعت 20% أو 30% هي تقدم هذه لكن نحن نستطيع بكل المجالات هذه الخسارة نستطيع نستطيع أن نحولها إلى فرص الآن وإنجازات جديدة بلسطt نحولها مشان هيك يجب أن نتشارك مشان نحولها إلى فرص هل هناك خطة لدى الحكومة في ذلك هناك خطة مدروسة الآن الاستثمار في الأردن الممتاز الصناعات الرئيس لولت الرئيس اجتمع في الاقتصاديين مشان هذه القضية قبل أسبوع نحن الأسبوع الحالي يعني هذا فإذا هناك بداية وضع خطة بعد الجهات أيضا مش فقط الحكومة زي حتى المراكز أو الجهات المعنية في الدراسات والقطاع الخاص وهذا من أجل وضع خطة كمان للمنيح مبارح لما تذكرتني معالي وزير المالية قال إحنا فيه ننزل نطلع بسرعة بسرعة أعتقد أنه نستطيع أن نقوم بذلك إذا تكافلنا زي ما قلنا وكنا شركاء في كل شيء كما كنا شركاء في الأرباح يجب أن نكون شركاء في توزيع القساءة سواء قطاع خاص أو حكومة مش مطلوب من كمان بعدنا عن الوضع السياسي مطلوب لكن هاي سياسي صحيح سياسي سياسي مش مطلوب فقط أن الحكومة هي اللي قد مدفع علينا كلنا نساهم زي ما قلت لك زي ما قسر الموظف 10% من راتبه ماشي كمان يتقدم هاي الحكومة لما وقفت وقفت محا كل مؤسسات الدولة ودعمتها حتى المواطن مشى مع الحكومة لأنه كان هناك خطة واضحة وناجحة بس أكمل أنا معك أنا قلت من البداية مؤسسات الدولة صحيح مؤسسات الدولة وبدأ سميها زي اللي بيقال عنها الدولة العميقة ما هي مؤسسات الدولة الدولة العميقة الحكومة ومؤسسات الأمنية والجيش والبيروقراط الأردني اللي حمل صحيح وننظم هذه الأمور خلال فترة شهرين الصابقات طب لماذا لأنه كان هناك خطة أجمع عليها الجميع بأنها ناجحة الآن فريق الاقتصاد الحكومي قادر على استغلال هذه الفرصة أم لا إن شاء الله راح نكون مش بيوم الليل ما هي الخطة أنا معك انت بتعالج إش جديد بتعالج وضع جديد ما راح انت لحالك تخدمه مش أنيك بدي يكون في دولة الرئيس كان في قبل فترة كمان مركز الدراسات وفي محلات أخرى من أجل بحث هذه المواضيع أيضا بدي يكون تشاركية زي ما حملنا مرحلة بالتشارك مع الكل بدي يكون تشاركية وهون التشاركية لها دور الجهات المعنية من القطاع الخاص وغيرها ماشي سأذهب الآن إذا وفي أفاق أظن اللي أنا في النقاشات اللي بصير في مدلس الوزراء مع الوزراء المختصين في أفاق إن شاء الله لكن الوضع مرة ثانية مش سهل معليك ما شفنا كل الوزراء بالإجازة الصحة وكان هناك بعض الوزراء مختفين عن الأنظار لماذا ما كان هلأ كل وزير يكون بدوره مش مطلوب منه كل الوزراء يطلع في الإجاز ليس فقط الإجاز يعني بهذه الأزمة شفنا أربعة خمس وزراء فقط يعني فيه هناك خلنا نقول يعني أنا كوزير شئون سياسي برلمانية أنا بيكون بواجبي مع البرلمان مختلف صحيح مختلف مش مطلوب مني أظن أطلع مشان فقط أخرج نعم وأصحاب المعالي الوزراء وزير الدولة الشئون القانونية ووزير العدل اشتغل بدون لأنه كان فيه كثير قضايا قانونية يجب بحثة من أمر الدفاع وكل اللي طلعت من لكن مش الكل فيه الوزراء المعنيين مختصيت في هذه القضية بالذات من العمال للإقتصاد صناعة والتجارة والإقتصاد كم يدورهم يعني ما فيها ما فيش ما فيش مسابقات إحنا ما نشتغل كفريق واحد ما فيش مسابقة بنا من بطلع إن شاء الله هلأ أنت جبت وزير الصناعة ولا جبتني أنا من لما نحكي على البرلمان والوضع السياسي بجبك أنتو بالضبط هو نفس الشي مش راح تجي ووزير المالي مبارع جبته بس أبو حبس أنا ما بحكي معك بس لأنك وزير شون برلماني والسياسي ليش بس ألعنك عن كل شي وزير قديم ومعنا إن شاء الله يبارك بك تسلح فاصل قصير خير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد وأهلا بضيفي أطرح السؤال الآن سيدي سؤال هل نحن قادرون على إجراء انتخابات إلكترونية أنا هاي مهم السؤال لأنه فيه سمعت في المدة الأخيرة كذا واحد شوف في العالم كله تسعة وتسعين فاصلة تسعة لا يوجد إشي واسمه انتخابات إلكترونية يعني بريطانيا فرنسا ألمانيا كل الدول هاي المتقدمة واللي عندها تأراكة في الديمقراطية وفي الانتخابات تجري زي عندنا بتروح على الصندوق على الصندوق وأعطي مثال كوريا الديمقراطية قبل نصف 15 أربع أجرت انتخابات ودكوريا الديمقراطية بنعرف تكنولوجيا لأنها القضايا الكثير من السهلة ونحن اقتصاد رقمي وريادة سيدي عملنا كم تطبيق شو رأيك التطبيقات العمل وقرية التطبيقات نكمل عمول فأجرت الانتخابات أجرت الانتخابات في ظل الكورونا لكن كان في عادي الانتخابات على الصندوق بس في كل متر مترين بين كل وكمامة وكذا وكذا وبتعرف كان أكثر أكبر نسبة من ثلاثين سنة المشاركة 66% أنا انتبهت لها وشفت تبهت البرنامج 66% إذن قضية الالكتروني أعطيك مثال ما لا في دولة الالكتروني مش شفاف يعني قضية ممكن مش الناس بتخاف من التزوير والتدخل ممكن هي واحد يغير نتائج إذا كانت الإلكترونية خلنا أعطيك مثال سويسرا يعني ليس وفق مع حكام الدستور بالإضافة مع حكام الدستور مع القانون الموجود القوانين قانون الانتخاب بده تغير لكن حتى بشكل عام لو بده يغير ما فيش دولة في العالم تعملها سويسرا قبل سري إذا بدي أعملها معقدة الشغلة مش زي يعني أصعد من المنصات على رأيك يعني مش سهلة تدخل منصة أي واحد بس أنت بدي يكون عندك كود ورقم سري وشفرة مشان تكون الناخب فسويسرا عملت استفتاء يعني مصطنع وطرحت وقالت فيه جائزة جواز 150 ألف دولار للي بعمل يعني بقرص على الهاي وبتدخل في الهاي كسبوا كذا جهة غيروا في النتائج بدون ما يبينه يعني فريق كسب المئة وخمسين وهي سوء مع أنه أخذت كل الإحتياطات والتشفير اللازم وكله قال في نجرب خلنا نشوف هل نستطيع أن نحمي هذا النظام الانتخابي اتدخل وغيره النتائج جربوه عنا 6 مليون بكسبه فعمليا لا قضية أنا ما أعتقد إحنا مشكلتنا إلكتروني مش إلكتروني أنا شخصيا لا أعتقد لأنه ما فيش دولة في أميركا ما بتستعمل إنتخاب وبالتالي يمكن أن يتم تطبيق هذا السيناريو في الأردن فيما لو تم حل مجلس النواب أم لا وفي حل وفي ظل استمرار كورونا كل مجتمع له خصوصياته ماشي يعرف وإحنا أنا قلت من البداية أن القضية أهم إشي حماية المجتمع حماية صحية الناس فعمل إن شاء الله إن شاء الله أنا ما أقول أنه يعني نتجاوز هذه المرحلة وفي وقت لأجراء انتخابات إذا سيدنا أمر نعم هذا السؤال أجراء وبعدين هاي القضية يعني يعني فيه إجراءات كثيرة ممكن أزيد عدد أماكن الاقتراع وعدد الصناديق بحيث لا يكون في يعني هذا في المستقبل لا يمكنك أعملها بشهرين ثلاثة إلا إذا أتأكد ممكن أزيد عدد الصناديق ممكن أعمل كثير قضايا بحيث أهم شيء هي شو الفكرة إنه ما يكون فيه تجمع ويكون فيه تباعد صحيح إن شاء العدوى ما بتنتقل بدي أخذ الاحتياطات كلها ممكن لكن هذا مستقبلا مش هلا أنا بحكيش عن الضرف الحالي لأنه الأشهر القادمة وإن شاء الله لأنه بنا نعيش يعني دائما إحنا فتحنا الاقتصاد وبدينا نشتغل وبدينا نعمل كل شيء إن شاء الله وهي بتعتمد على المواطن يعني الحالات اللي بتصير مش سبب لكم يعني كمان هاي الحالات الأخيرة اللي صارت الشاحنة الفطور المواطني يعني إحنا لازم نحترم بس اسمح لي التباعد الاجتماعي بين بعض إحنا عارفين أنه في يعني بدون أكمل 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 تفضل بدون ما يكون أنا شاك بحالي معي كورونا أو ما معاي ما نازم ممنوع تعمل إفطار وتجمع كل قرائب وكنا حابين نلتقي بأخواننا صحيح بس إيدي أقولك شاء الله حدي أنا معك أنا معك المواطن عليه حق لازم يكون عنده وعي كامل وكفاية بل صحيح لو كان الآن الحكومة بتفكر تخيرها الآن أسبوع الجاي بنتم حطولك مركز صحيح عند الحدود ومحل الإيواء ومكان للحجر عندها 22 ألف شاحنة و50 ألف سائق الآن فكرت بعد ثلاث أيام بدنا نعمل أسبوع الجاي هذا خطأ للحكومة بالمقارن يجب الحكومة أن تعترف بأن هذا الخطأ عليها أنا قلت مداي ما فيه إيشي كامل تجربة الدولة قامت بإشياء كثيرة مهمة الآن خطأ هنا كمان هو الخطأ التشاركي إذا كان فيه خطأ الخطأ أنت طلب منه معروف المواطن في كل أوروبا شو اللي صار ما حطوا كل الناس في الحجر في الحجر الذاتي في أوروبا في 20 و30 و40 ألف بعشرات الألوف تم حجرهم ذاتيا في بيته في أوروبا ونجحت هذه القضية إحنا أيضا التزموا طب إحنا لش ما نلتزم أنت بتعرف تكلفة الحجر وتكلفة التي قامت مثل هيك تكلفة عالية كمان ليش إحنا ما نساعد أنا سمح الله كنت مسافر أسألهم من أم وبظلني بالحجر لكن للأسف كل الشوائد اللي طلب منهم يضرب بالحجر للأسف خالفوا وكان سبب ليش ما ظليت بالحجر مش إنه ما ظر بالحجر ما ظلينا بالحجر بغض النظر منه وعملنا لقاءات وعملنا حفلات وعزمنا نزبط ولا لا فإذن في أوروبا العدد الأكثر الأغل الأكثر يتم في حجر ذاتي بيته وخلص بلتزم بلتزم بشوفش حتى أولاده مرات يعني يعرف فكمان إحنا كمواطنين نحمي حالنا بالمستقبل هذا المرض اللقاح بقول لك ما راح يطلع أنا مش خفير بعد سنة ولا مش عارف إيه بتاع شو الحال الحياة بدت تستمر العجلة الاقتصادية بدت تستمر نروع شوه لنا وننتج مشان نعيش ويعيش الدولة إذن الحل أنا وياك كيف نتحامل مضبط نبعد ننظف حالنا منع شخصية ما نجتمع زي مرات مضطرين أنه نتخلص من بعض العدال تكون يعني اللي كنا وهذا بصير هل بدأ سلك سؤال زمان حتى اللقاءات الجماهيرية هاي فيه سواء عزة أو جهات بدأت تقف لازم والناس بتتحلم هل بدأ سلك زمان كان العزة يقعد سبعة أيام وقبلها بعدين صار ثلاثة أيام بعدين صار بعد الظهر وهذا صحيح أنا معاه مشان توفير وقت وكان بالنفس العزة يكون فيه دخان وشاي صار قهوة سادة وقهوة سادة بطلت خلنشوف كيف مش بالفناجين بالفناجين بالكراتين مشان الحماية وهذا صحيح تخيل هذه السألة فإذا ممكن نتطور في هذا أننا نتخلى عن بعض العادات لصالح وهي مفيدة صالح الصحة لصالح الصحة العام مشان نحافظ عليه فمش دائما بغض النظر ما في شي كامل ما في كمال بالشغل بشغلنا احنا وغيرنا لكن كمال المواطن لما يقول لك أنا فعصتك ما عندك شيء بس نطلوب حجر 14 يوم تقعد ببيتك مشانك طيب بس نحن جربناها وما ضبطت جربناها وما ضبطت وبالتالي هما راح قدر أحل كل المشكلة وأحجر على كل الناس لا لا ثمن أيام ثمن أيام صفر حالة بيجينا سائقي الشاحنة يا أخي احجروهم من أول احجروهم من أول الوزارات المعنية سأعود إلى موضوع الحق سأعود إلى موضوع طيب هل ما زال هناك حديث حول تعديل قانون الانتخاب ولا قانون الانتخاب بالمجلس نواب نعم يجتمح ما زال مطلوح حقيقة أنا أعتقد في هذه الظروف ليس أولوية رأي شخصي ليس أولوية في هذه الظروف قد تكون الأولوية كيف أجر الانتخابات المهم الأهم كيف أجر الانتخابات يمكن لكن ليس تعديل هو الأولوي في أولويات كثيرة أهم من هذه القضية حالية نملك سيناريوهات لو لا قدر لا استمر هذا الفيروس لو كان هناك انتخابات نملك سيناريوهات محددة التي تبقي إن شاء الله أكيد هذا القرار يدرس لسه مبكرا في أخذ قرار كل السنايرات مفتوحة زي ما قلت في البداية لا أخذت تجربة كوريا لا أنا حكيت عن تجربة كوريا مشال الإلكترونية إنه ما عملوا انتخابات إلكترونية نعم يعني ما اضطروا يعملوا انتخابات إلكترونية ممكن يعني لأنه في سمعت شفت كذا مقال وفي يعني الانتخابات الإلكترونية مرة ثانية بأكد لا تقدر تراقبها وليس تشفاف وبدها تكنولوجيا متطورة مشان ما يصير مش تدخل فيها ومشان بالفعل المواطن يقتنع إنه هذه النتيجة هي صحية مشانك ما حدا يستعملها مرة ثانية بأكد ما في دولة كان يستعملوها الألمان من زمان مثلا والإنجليز من زمان والسويد من زمان وأميركا من زمان كله بروح زين على الاقتراع وأنا أعتقد هذا يمكن فترة طويل راح يظل هذه الطريقة للاقتراع وحكيتك مثال سويسرا مشان أبين لك السبب وهل شرط الانتخابات أن تكون سرية غير إنه الدستور سرية ومباشرة وهذا ما يصن علي القانون والدستور المباشرة وإلكترونيا لا يجوز حتى لو نقدر نغير القانون والدستور حاليا مبكرا على إجراء مثل هيك انتخابات أنه فيش تجارب سافقة يعني أنا أريد أن أخترع العجلية أول مرة لأنه الناس بتقول لك تعلم عن بعد بيومين وقفت لا لا مختلف هذيك مختلف أنا أعتقد مختلف وانت عارف في مراقبة وفي قوانين والناس بتسأل وتشكك فإذن يجب أن أضمن أن الناس تقتنع أنه هذه النتائج الحقيقية لما وضعوا في الصناديق مرة ثانية ما وضعوا في الصناديق ما وضعوا حل ما كبس دائما يعني بنيش أكون أنا محافظ ضد التطور أنا مهندس إلكتروني ترى يعني ما عندي مشكلة دائما أحب أن أسألك عن الأحزاب هل كان للأحزاب أي دور تواصل معكم فيما يخص أزمة كورونا قدموا توصيات اقترحات حلول في بعض الأحزاب قدموا كانوا يتصلوا صحيح كمان زي ما قلتم في العالم دعنا نوضح كما للمواطن بشأن أكون موضوعي وصريح الدور الأساسي كان للسلطات التنفيذية ولا يعني ما فيه مثل هيك دور حتى مؤسسات المجتمع المدني مع أنهم كمان نشطوا والأحزاب يعني في فترة كان الأساس هو الجهات المؤسسات الرسمية إدارة الأزمة إدارة الأزمة تنفيذية فما يعني مش من لأنه ما بدهم ومع ذلك كان هناك اتصالات فيه ناس قدمونا اقتراحات كتبوا اقتراحات من الأحزاب ودوها للمعارض لكن الأساس هو الدولة هي المسؤولة مؤسسات الدولة كانت مسؤولة عن القيام بكل الإجراءات اللي مرينا فيها بالشهرين يمكن في المستقبل هلأ كمان شوي راح يكون لهم دور أكثر إن شاء الله يعني إن شاء الله تقل الحالات نكون هاي آخر حالات زي هيك إن شاء الله بالعيد نعيد على خير إن شاء الله بدون حالات إن شاء الله هل هناك دراسات قمتم بعملها تخص هل تغير فكري البواطن في هذه الأزمة الفكر السياسي وأنت تعلم أكثر مني بأنه حتى لو ظليت أخطب نص ساعة على الهواء والانتخابات ومنتخابات بس أشوف بن عمي بحط اسمه كان الله حد المحسنين هذا إلى أي حد إلى أي حد أنا لا أعتقد أنه يعني يمكن خيرنا كثير من عاداتنا أكيد رح تأثر علينا على تغيير من عادات لكن لا أعتقد في هذه القضية أنه رح يكون تغيير كبير لحد الله وبالتالي يتكرر مجلس الثامن عشر أو ساعة عشر دورنا وكنا بدأنا في حملة مع الشباب ومع وزارة الشؤون السياسية قبل الكورونا وعدينا برنامج لكي نتوجه للشباب كيف أنهم ينتخبوا على أساس البرنامج ينتخبوا مرة ثانية يمكن حكيتها عندك كذا مرة أنه إذا تنتخب فقط واحد بدون تسأل عن برنامجه وما تصير تنتقده لتصويته أو خياراته داخل من لأنك ما سألته انتخبته لأنه ابن عمك أو بتحبه فإذا ما لك حق تقول لماذا انتخب تسوطت في قانون ضريبة الدخل أو في هذا القانون دور المرأة سيكون مختلف هذه المرأة والله أنا أتمنى أن يكون مختلف لكن هذه قضية المجتمع على كل حال المجتمع في قضايا المرأة أصبح أكثر تفاعل وإنفتاحا وإيجابيا في هذه القضايا وأصبح ينظر إلى الشخص كشخص مش كامرأة أو كرجل مش كذكر أو أنثى قدراته وإمكانياته وشاف بالتجربة إدارة ناجحة للرجل وفي إدارة ناجحة وزي ما في إدارة سيئة للرجل ممكن يكون في إدارة سيئة للمرأة وإدارة ناجحة وأنه هناك القضية لا تعتمد على الجنس سواء ذكر أو أنه تعتمد على الشخص إذن فيما يخص الآن دور مجلس النواب نحن أمام قرار جلالة الملك فقط أما سينايرات الأربع التي تتحدث معها هذه السينايرات الموجودة والدستور أهم شيء أنه دستورنا واضح ووضع يعني جواب لكل الأسئلة والمواد موجودة والمواد موجودة ووضع جواب كل الأسئلة والحمد لله فدائما في حلول لا أقاية قضية كنت أطرح أهم شيء أنه والفعل أنه يتراجع يتراجع الإصابات نستطيع أن نعود إلى حياة طبيعية سعيدة أنا أعتقد أنه ما في مشكلة بالانتخابات أو غيرها شكرا جزيلا لحبولي حضورك مع المهندس موسى المعيطة وزير الشؤون السياسية ولي برلمات شكرا جزيلا قبل أن أختم فقط هذه إلى طلبة التعليم العالي اللي بتواصلوا مع القناة تواصلت مع وزارة تواصلنا مع وزارة التعليم العالي وإذا بيشوفونهم بيدركوا ذلك معا الوزير اعتذر على الخروج للهواء الأمين العام بالوكال اعتذر طلبوا مني رئيس جامعة رئيس الجامعة في إحدى حلقات برنامج حكومة الظل كان هناك حلقة عن التعليم العالي وحضرنا رئيس جامعة لكن رئيس جامعة يمثل الجامعة مش في استقلالية للجامعة يمثل الجامعة اللي علينا اعملنا بانتظار إجابي من وزير التعليم العالي تمتم بخير ألتقيكم الأحد ولكن دائما إذا كان في العمر بغير كل التحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر